اعزائي من بحيرة طبرية من واصل حديثنا عن شريعة المسيح الشريعة الجديدة بعزة المسيح على الجبل احنا اتكلمنا عن شريعة موسى في العهد القديم وخلي بالك انه نموس الله وشريعة الله اللي اعطاها لموسى ميزت الشعب القديم عن سائر الشعوب الوثنية المحيطة كان فيه فكر اخلاقي فيه فكر ادبي في التعامل الانسان مع الانسان لانه الانسان مخلوق على صورة الله لكن كان بيتطلب العدالة وانه العقاب لا يعني يتعدى الجريمة لكن في العهد الجديد شريعة المسيح هي شريعة روحية داخلية لها عمق ولها بعد جديد فالشريعة الجديدة هي في شخص المسيح بكل بساطة طالب المسيح ان نضحي في حقوقنا في سبيل اسعاد الاخرين يعني بكلمات ابسط القوي فقط هو اللي بيقدر يسامح لو انه كل واحد مارس قانون السن بالسن معظم المجتمع رح يصف بدون اسنان ولو طبقنا قانون العين بالعين لا يمكن معظم مجتمعنا اصبح عميان ولو كل ازية ازينا فيها وردينا بالمثل لأصبح كل شعب مشوه جسديا وايضا نفسيا لكن بالواقع بيتكلم عن روح التسامح قال يسوع المسيح لا تقاوم الشر لا تقاوم الشر وهذه كلمة كبيرة احبائي في سياق الحديث انه الشعب القديم او الشعب في ايام المسيح كان مستعبد بعيش تحت العبودية الرومانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة